أمام موجة الحر التي ضربت المنطقة يبدو أن الشرعية والتحالف يميلان إلى الاستكانة والاسترخاء ركود عسكري يصحبه آخر سياسي بانتظار ما سيقوم به الآخر والآخر مشغول بالفيد والغنيمة وقتل اليمنيين بعد إيقاف معارك الساحل الغربي تبدو الصورة في الحالة اليمنية الراهنة في معسكر الشرعية على وجه التحديد في حالة صمت سياسي باستثناء ما يصدر من ضجيج في أرويقتها تظهر تداعياتها بين الآوينة والأخرى رسالة رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر لا تخرج كثيرا عن هذا السياق فقد حملت إشارات إلى فرز واضح في الجنوب واستفاف لم يعد يخفى على أحد الرسالة المعنونة بتمسك بعبدربو أو أبشر بعبد الملك تكاد تكون تصريحا رسميا بما يعتمل تحت رماد الجنوب أو هذا ما حملته مضامينها وترجمه متابعون بأنه تعبير عن الحالة السياسية والأمنية في المحافظات الجنوبية التي يبدو أنها هي الأخرى على صفيع ساخن الرسالة وضعت أعضاء المجلس الانتقالي أمام المجتمع وحملته مسؤولية استقرار الوضع في عدن والمحافظات الجنوبية إلا أن ما لم تقله الرسالة أن شرعية تبدو مشهولة باستعادة السيطرة على المناطق المحررة مرة أخرى وتتعامل مع المجلس الانتقالي كسلطة موازية في البلد يبدو موقف الشرعية مرتبكا على المستويين السياسي والعسكرية خصوصا بعد اختلاط أوراق بعض دول التحالف بين مهمة التحرير والسيطرة باسم التحرير الأزمة الخليجية ألقت بظلالها على تطورات الأحداث في اليمن وأصيب اليمنيون بخيبة أمل نتيجة النزاعات التي أوهنت حلمهم باستعادة دولتهم وابتعاد الشرعية عن تصدر الفعل المتعلق باستعادة الدولة وحماية المدنيين إذ تعل نبرة التذمر كلما طال أمد الحرب واتسعت تداعيتها المميتة فيما ينظر إلى حكومة الشرعية كمشكلة تتفاقم أخطاؤها وأصبح الكثير من رجالها وبالا على الشرعية ذاتها اشتركوا في القناة